السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية عنوان الدرس الفراشة وزهرة النرجس أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يحدد عناصر القصة تحديدا صحيحا يوظف خبراته اللغوية والنحوية السابقة توظيفا سليما هيا أحبتي دعونا نتذكر مع أحداث قصتنا تدور القصة حول شخصية رئيسة وهي الفراشة تستيقظ الفراشة كل يوم سعيدة تستنشق عاميرا ورد الجميل وترتشف رحيقه الذي إلى أن ظهر في طريقها طائر يضحك بشدة عليها شعرت الفراشة بالتعجب والقلق من ضحك الطائر فاقتربت منه وسألته عن سبب ضحكه فأجابها كيف تشعرين بالسعادة وأنت لا تملكين زهرة نرجس واحدة حزينت الفراشة حزنا شديدة وتأثرت بكلام الطائر بعد ذلك تعجبت الفراشات من هذه الفراشة كيف استمعت لكلام الطائر وسمحت له أن يصفق منها فرحتها وبهجتها فهي تمتلك العديد من الأزهار الجميلة والأجمل من زهرة النرجس هيا أحبتي نتذكر عناصر القصة المكان أين حدثت هذه القصة؟ أحسنتم في الحديقة الزمان متى دارت الأحداث؟ أحسنتم في الصباح الباكر وما شخصيات هذه القصة؟ نعم الفراشة والطائر ما المشكلة التي واجهتها الفراشة؟ أحسنتم حزنها بسبب عدم وجود زهرة نرجس في حديقتها ويا ترى ما حل هذه المشكلة؟ نعم أحسنتم أن تستمتع بباقي زهور الحديقة ولا تحزن من أجل فقدان زهرة واحدة يمكنك الآن عزيزي الطالب أن تقوم بإيقاف المقطع وحل هذا التدريب بمفردك بعد ذلك أكمل المقطع لتتأكد من صحة إجابتك أكمل ما يأتي ألف المكان الذي دارت فيه أحداث القصة هو؟ ما المطلوب؟ نعم أحسنتم أن نحدد المكان أين حدثت القصة؟ بالفعل في الحديقة باء باء الزمان الذي حدثت فيه القصة هو؟ هيا يا أبطال حددوا معي نعم الفراشة دال من أمثلة الحوار في القصة إذن المطلوب أن نحدد أمثلة للحوار الذي دار بين شخصيات القصة سألته بصوت هامس لماذا تضحك؟ وكذلك قال بجذية تامة مسكينة يا صديقتي كيف يمكنك أن تعيش في الحياة وتستمتعي بها دون أن تكون في حديقتك زهرة نرجس واحدة؟ هيا ننتقل إلى سؤال آخر بما تصف شخصية كل من الفراشة والطائر في القصة مع التدليل على ذلك؟ أولا الفراشة ما الصفة التي اتصفت بها؟ أحسنتم غير واثقة من نفسها وما الدليل على ذلك من القصة؟ أحسنتم تأثرت بكلام الطائر فحزنت ومرضت ثانيا حزينة وما الدليل على ذلك؟ أحسنتم ذابلت وانطفأت ألوانها الزاهية بعد ذلك ننتقل إلى شخصية جديدة وهي الطائر بما اتصف الطائر؟ نعم أحسنتم مؤذن يسخر من الآخرين وما الدليل على ذلك؟ بارك الله فيكم ظل الطائر يضحك ويضحك أحسنتم طلاب الأعزاء والآن عزيزي الطالب اقرأ الفقرة الآتية ثم استخرج منها المطلوب أولا حرف جر دعونا نتذكر معا حروف الجر في من على عن إلى أحسنتم هيا استخرجوا حروف الجر من هذه الفقرة نعم بارك الله فيكم سنختار حرفا ونقوم بكتابته من أحسنتم أحسنتم والآن أحبتي أداة استفهام اقرأوا معي هذه الجملة ماذا أكلت اليوم؟ ما الكلمة التي استخدمتها للسؤال عن الطعام؟ أحسنتم ماذا؟ ولاحظوا في نهاية الجملة لا بد من وجود علامة استفهام لتدل على السؤال إذن أداة الاستفهام هي ما نستخدمه للسؤال والاستفسار عن أمر ما هيا بحثوا في الفقرة عن أداة استفهام أحسنتم لماذا؟ بارك الله فيكم والآن فعلا مضارعا الفعل المضارع هو الفعل الذي يدل على حدث لا يزال مستمر ويبدأ الفعل المضارع بإحدى حروف المضارعة كالألف في كلمة أجلس والتائي في كلمة تجلس واليائي في كلمة يجلس والنون في كلمة نجلس هيا أحبة استخرجوا الأفعال المضارعة من الفقرة نعم أحسنتم سنقوم الآن باختيار فعل واحد وكتابته تشربوا أحسنتم هيا ننتقل معا إلى جزء جديد ينقسم الاسم إلى نوعين أولا معرفة والاسم المعرفة أنواع مختلفة منها الاسم المعرف بأل مثل كلمة السماء ثانيا نكرة والنكرة هو الاسم الذي لا يدل على شيء معين ويخلو من أل التعريف كما في كلمة صف هيا أعزاء الطلبة تمتلئ الفقرة بالأسماء منها المعرفة ومنها النكرة من منكم الآن يختار اسما معرفة أحسنتم الفراشة هيا ابحثوا عن باقي الأسماء المعرفة بالفقرة والآن هيا نستخرج اسم النكرة أحسنتم فراحة هيا ابحثوا عن باقي الأسماء النكرة بهذه الفقرة يا أبطال ننتقل الآن إلى أسماء الإشارة أسماء الإشارة هي الأسماء التي نستخدمها لنشير إلى الأشياء أو الأشخاص مثال هذا كتاب استخدمنا كلمة هذا لنشير إلى الكتاب ونلاحظ أن اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد المذكر هذه فتاة هؤلاء أطفال هؤلاء أطفال استخدمنا اسم الإشارة هؤلاء لنشير إلى الجمع والآن أحبتي سنستخرج من الفقرة اسم إشارة نعم أحسنتم بارك الله فيكم هذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس الفراشة وزهرة النرجس آمنوا أن تكونوا قد استفدتم وإلى لقاء آخر في درس جديد من دروس اللغة العربية